اشتركوا في القناة ايضا اسمع صوتها لمن هم في الحكم خولة بوعشرة تفضلي واسمعين خولة ومعتصمة عدما كنت سادجة قرأت عن قصة ملك عربي استغادت به امرأة مسلمة ضعيفة منكسرة من بطش رجل رومي سمعت عن رحمة أبي بكر وعن عدل عمر وسماحة عثمان وشجاعة حلق وحلم معاوية وكنت أتوق إلى رؤية حكامنا وهم يجسدون هذه القيام العدل السماحة الشجاعة والرحمة والحلم والقوة وكنت أفوق إلى رؤية حكامنا وهم يمصحون دموع اليتامة ويداون شروح المرضى ويساهمون في إطعام الفقراء حكام لن يحتاجون إلى شيوش تحميهم عن شعوبهم ولا إلى حصون توارهم عن أنظار المواثنين غير أني أفقت من حلم الوردي على واقع البئيس المظلم كريه وتحول الحلم البريء إلى كابوس مخيف حكام يقتلون شعوبهم ويسرقونهم ويطاردونهم حكام يفهمون أفنهم عن سماع أنين شعوبهم حكام بقدر ما يتعالون على شعوبهم نراهم يتنازلون للدول العظمى ويقدمون لها القارابين للولاء والطاعة ويتصابقون إلى نيل رضاها يا أكام العرب رسالة من طفلة عربية تتمنى لأمتها غداً مشرقاً يزدهر فيه الأمل وتولد فيه الحرية ويزدهر الاتحاد بين الدول الشقيقة أذكر يوماً أني سألت أحد أسادتتي عن السبب الذي جعل 28 دولة لا يجمعهما دين واحد ولا لغة واحدة بينما نرى 22 دولة عربية بها لغة واحدة ودين واحد يدخى عليها الشقاق والخلاف فلم يحب أستاذي جواباً احذروا احذروا يا حكام من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال اللهم من ولي من أمر أمة جيئاً فشق عليه فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمة جيئاً فرفق بهم فرفق به يا حكام العرب إنكم اليوم أمام منعطف تاريخي إما أن تلحاجوا لمطالب شعوبكم وتطلعاتها فتحملكم فوق الأعناق وتذكركم بكل جميل كما ذكرت صلاح الدين ونور الدين وقطص وابن تشافين وإما أن تقفوا ضدها فتطور عليكم وتتهسكم بأقدامها تذكروا جيداً من كان يلقب نفسه بعميد حكام العرب ومالك ملوك إفريقيا وهو يصرح أفراداً من شعبه بعد أن كان ينكل بهم ويصفهم بالجردان فتأملوا تأملوا ذلة هو جفنه وميتته الشنيعة وجدته وهي تعرض أمام الناس والقرار بأيديكم وهذا قولي لمن في الحكم شكراً شكراً خولة شكراً شكراً للمشاهدة